بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين فلللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونطني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونقلع ونترك من يكترك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونتجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجدة بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذلك أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله تعالى وخيرا لأدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك معشر الإخوة الأعزاء مع الدرس الرابع عشر بعد المئة نلتقي مع فقه الحبادات ونسأل سؤالا هو ما المقصود بالخشوع في قوله تعالى قد يسلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعوا العزك توحد من لا يغفل ولا يناعي لا إله إلا الله لأن ربنا يوم القيامة حيقول للملائكة يا ملائكتي اخرجوا من النار من ذكرني يوما وخفني في مقام تسأل الله انه جعلنا من الزاكرية أي الخشوع هو استحضار القلبي مع سكون الجوارع بل الذين هم في صلاتهم قاشعون الناس اللي لما بيقفوا بالأياد الله لا يقفون بالأبدان وإنما يقفون بالقلوب يعني لما يقول الله أكبر خلاف ليه الله أكبر فأول الصلاة ما بنقولش الله أعظم الله أعز الله أكرم مش معنى الله أكبر لأن ربنا عارف الإنسان دايما مشغول البطين الأرض هم يقول انت وقفت قدامي بقى يبقى سيبك من المرتب والفلوس والعيال والزوج والفددين والعربيات ليه لأنني أكبر من هذا كله ها لأننا أكبر تبت سيبها تسيبه الأكبر وتنفقه ما أفقى أظن ما يفحش أتبتبذلون الذي هو أدنى بالنبي هو خير ما يفحش ها لا يليق فبقى نرفع ايدينا ليه من كنا نحط الله أكبر ويدنا جنبنا قال لك لا ده رفع ايديك ده اشارة على انك رميت الدنيا وراء ظهري يعني لما واحد يقول لك المسألة الفلانية تقول لي رمحها وراء ظهريك مهمتش فيبك ها يبقى انت بتقول الله هو أكبر بطاق عيديك يعني يا دنيا روح في ده يا بقى في بني بقى اشوف حال خمس دقائق لله لله والذيك رب بدأ بيقول للدنيا ايه يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه ولذلك هي استخدمت ناس كثير كل واحد غافل عن الله يبقى الدنيا استخدمته تعرف اول الانسان المؤمن ما بينحطه في قبره بيحصل له ايه هو اول الفاجر ما بينحط في قبره بيحصل له ايه الصلاة ده ايه الصلاة ده ايه ده اثارها مش ممتد في الدنيا بس ده اثارها ممتد في وحدة القبر في الوحدة بتبقى مرفة جنب راسك تمام شوف الحراسة وبتبقى مسكة ايه برنجي وكنجي وشنجي جنب راسك مسكة رفعة سلاحك ده رفعة سلاح ها اول المؤمن ما بيحطه في القبر شوف النبي فيقول ايه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله ما والنبي خرج يوم على اصحابه فايدهم يضحكون قال لهم لم تضحكون والله لو علمتم ما اعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم الى الصعوبات تجأرون وما استمتعتم بالنساء على الفرص. ليه يا بابي? اللي قد كان معي اناسا اخي جبريل. جبريل ليست تهجي للوقت? قبل ما اطلع عليكم كان ديه اجتماع بينه وبين مين? وين جبريل? ها? شوف اهو دي الاجتماعات اللي اتشرط. وفي البلد والكلامي. دي ليه اجتماعات اللي اتشرط. كان مستمر لها مين? مع جبريل اذا امتلك خبر نازل من السماء. خير يا رسول الله. خير يا حبيب الله. ما تطلع عليها رجاله. قال له يا محمد اخبر امتك بان القبر يقول لهم اذكروني كل يوم. ما تنسونيش. انا بيت الوحدة. ده القبر بيقول. انا بيت الوحشة. انا بيت الغربة. انا بيت الدود. انا بيت التراب. انا بيت الضيق. الا من وستعى لله عليه. فالفضل ايه تاني اللي اسمع يا سيد. اول المؤمن ما بيدفن بيدفن رأسه الى القبلة. وينام على شقه الايمن. واخده على التراب. واول الدود ما يجي يأكل. اه. يأكل مين? يأكل سياسة الملك وسياسة الرئيس وسياسة الحاكم وسياسة السلطان. اول ما يبدأ يأكل. انت لما بتتحقى قدامك الصفرة بتقول ابدأوا بسيد الصعام. مين يا عم سيد الصعام? اللحمة. الله يكلام تليم يا عمي. يلا? ما في اناس من الناس. ما لا الهة الى الله. في اناس عندها عادة سيئة في الاس. يقدم لك الويكة الاول. ويكة عبرها عن بامية مهروسة هرسة احمي كسعة الغامل هرسها. قل لك كويه ويجيب لك البتاو. تغيب تاكل لغيس ما دم لبطنك ويجيب لك حتدين لحمة في الاس. تقول له ده انا شبعت. ها? فالراجل ده بقى تقول له لا ابدأوا بسيد الصعامات اللحمة لهوها لا. شوف الدود اول ما يبدأ ياكل يبدأ بايه? بالعين اليمين. شوف. يبدأ بالعين اليمين. ليه? ما هي على الارض? مش هو ما يكون على جنبه اليمين? وخطه على الطراب? يقوم يبدأ بالعين لان العين طريق. يخلط. ويطلع بقى على اللحمة والجلد وبعدين الاخر بقى يستلى على العظم بقى. بعد شهر بعد شهر انت لقي نفسك شوية عبارة عن شوية طرابة بيارة. قال لا. من ده? لا فلا. لا 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 لا. تقوم تعمل ايه? شوف القبر بيقولك ايه? بعدما يدفن المؤمن ينبعث له صوت من جوف القبر يقول له مرحبا بك واهلا. القبر بيقوله بقى اهو. مرحبا بك واهلا. لقد كنت من خير من يمشي على الارض. ها? اما وقد وليتر امرت. ما لم جيت لي بقى هنا انا كنت الحياة منتظرك من زمان لانك راجل صالح وبتصلي والناس بتحذك وجلستك في المساجد وانا بقى ربنا قال لي انا ابعته لك اهو شوف القبر معنا. انا وقد وليت امرت. فترفف سميعي بك وكرمي بك. الله. 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 شوف بقى لما واحد براح ضيف عند واحد والواحد ده بيحبه. ساعات يقدم له الشيء اول وبعدين يقدم له الحاجة المتلجة بعدين يقول له مش كنت ياخذ قدم الساكن بعد المتلج. يقول والله انا فرحتي بيك مناسبة. انا مش عارف اقدم لك ايه. انا بحتر اقدم لك ايه. اه? والموز والمتوان. عايز يجيب له الدنيا كله. فرحان. فالقبر فرحان بالعبد المؤمن لانه نزل ضيف عليه. قلو بلا كنت من زمان عايدة شوفها. ده انا بحب الناس الطيبين. ها? فلتعلمن صميعي بك وكرمي لك. نعم. ها? وبينما المؤمن كذلك اذ يدخل عليه مخلوق جميل الخلقة كأن الشمس تجري في وجهه. فيقول له يتجري من انا يا عز الله انا عملك الصالح. انا عملك الصالح. في استسع قبره عليه مذة المطر. الله رب. الله الله. الله. وانت ظهر ان يفكرين ان القبر هو عبره عن الشواطي الطوب اللي على بعض دول اللي ده. ده في حاجة ورا القبر اسمها عالم البرزخ لا يدري مداه وتعته الا الله. اللي ربنا بيقول ولو ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ده القبر دي بس بنشيل فيه شوية العظم وشوية البداع عشان الروحة ما اطلعت برا. انما وراء القبر برزخ. والبرزخ مد البطر وتفتح له طاقة الى الجنة يا فيها روحا وريحانا وجنة نعيم. الله يدعى امرا لاننا. يا سلام. يا سلام. يبص يلاقي عمله قاعد جنبه. صورة جميلة. صديق عظيم ورفيق كريم. قاعد جنبه. والقبر التاسع لانه بقى برزخ. عالم البرزخ. مد البطر. يبص ما يشوفش الايخ لانه بقى واسع. وعلى طول الارسال ينتقل من عالم البرزخ الى عالم الجنة. يبص هناك الجنة بتحك. فايه? فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الله. 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 خد بلك يا سيدي. خد بلك واحد? والذلك في الوحدة هدية بالنبي وكانت فتاة في سن العشرين ولكن ابويها كافرات وآمنت رغم ان فيهما فلما ماتت جاء ابواها الى سيدنا محمد وقال له يا محمد نريد ان تعلمنا اين ابنتنا افي جنة ام في مرح لان عزك ترحى لله كده لا اله الا الله وسبك دعم الدنيا شوي سبك من ناس وسبك من شراطين الناس وسبك من نفاق الناس وكذب الناس وزجل الناس وقل يا هو رب الله قال له عزك اعرف البنت دي فيه ده هي ساب الدن اليهودية وجات معك انت فلت عزك اصمائل مش كفاء انها اسلامت غضبا عن الناس عزك بقى نشوف راح فيه قال له خده ونادى عليها يا فهانة فردت عليه من داخل القبر لبيك يا رسول الله قال لها انا في الجنة انت ام في النار قالت انا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المتبر فقال لها يا جيب يا باكي قالت والله لا اجيبه قال لها ولماذا قالت لاني رأيت ربي خيرا من ابي دراحتنا تجاوب ابوها مين? ابوها مين تابوها بالنسبة لها بابو جلانبو بالوقت فيه يهودي ما يزوجت حاجة ها اروها مين ابتع مين ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في شغل ماضي دول مش فضيين ده يراهم زيارات وراهم مليكة ووراهم زيارات في سوق الجنة وزيارات للرحمن جل جلاله للرحمن جل جلاله اللي يحب النبي سمع للصمع عليه لقد رأيت ربي خيرا من ابي ما هو اللي بروحناك لا يمكن يرجع الدنيا تاني واهل الخير لا يمكن يفكروا في الدنيا تاني زي ايه قالت ساعة الاخرة بعد الموت كسحت الدنيا بالنسبة للجميل اذا غرج من بصم امه يعني اول رجل ما بيتورد بتبصت لايه يترخ شوي قال انت بيترخ ليه لانه زي لزار الدنيا طيب بقول لك ايه انت زعلان فبترجع بطلومك تاني يقول اعماله معروف ارجح ليه مصدرات المرشة مثل او ده لكون تاعة جوة معرفة برضو المؤمن لما يموت ترجع الدنيا تاني يقول ايه دنيا ده لان هنا في جنات هنا في ساعة وراحة وجنة العيب ربصا ورحاما وجنة العيب اللي حب النبي سمع مصطلع عليه الروحة هو الراحة والريحان هو ذرة احد الصيبة فتع له الطاقة من الجنة بص تلاقي وجد ما في الجنة من روح وراحة ونعيم يوم يقول له المؤمن يقول يا ربي اقم الساعة الان حتى انقلب الى اهلي مصرورا يا رب او من الايام ده لا حاجة عظيمة عشان اروح بصفر اهلي اقول له شوفان اقول اقم الساعة اقم الساعة ولذلك شوف سيدنا النبي محمد بيقول ان في الجنة درجة خصصها الله لمن ذكر الموت كل يوم عشرين مرة يعني ايه يذكر عشرين مرة يعني يمسك تفحى واقول الموت والموت 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 والله لا. هو ذكرى المد بالنسان ده ذكرى المد بالقلب. يعني ما يجي واحد يقول له خد الارسين دول كده ده دعانا يعني عشان توضب للشغلة الفلامية رشوة يعني. يمول ان يخاف الله رب العالمين. ليه? لان هموت. ها? اما يبقى ابوه يموت ياخد حقوق اخواته. وتروح واخته تقول له يا اخوة انا عايز نصيبك ابويا العيال عريانين وجعانين وداخل علينا بارد. يا الله خد يا خد يا بنتي. ايه يا اخوة اللي غير اخلايا بنتي. قد تقلت على الدنيا. قال لا والله شفت ابوك ما تترمى في الطراب قف. ايبا ذكر ايه? الموت. ايبا ذكر الموت. ومدام ذكر الموت فيخشع قلبه. هياخد ايه? هياخد ايه? ذا مكتوب على باب القبر ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول ومرة. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما مرى معكم شركاءكم. الله انتهى. لا مطير ولا وكيل ولا شفية. انما الله. لا اله الا الله. والسابر لما يفهم يا ايه? يقول له القبر لا اهلا بك ولا مرحبا. لقد كنت شر من يمشي على الارض. انا وقد وليت امرك. فتوفى فرى ما ساسمعه بك. فيدخل عليه مخلوق قبيح الخلق يخرج من عينيه مار ومن دبره مار ويقول له الا تعلم من انا انا عملك السيء لك. الحضار البارزة الكمشت. الخدام دخلتا. العنف مالا. الجسم تغشبا. الابط مهبطت. ابن عادم ابن عادم. اكنت ترضى. اكنت ترضى وانت على قيد الحياة بان يخلع ثيابك احد. انت الذي كنت تخلع ثياب نفسك. اذا اردت اذا اردت ان تغتفل في الدنيا كنت تخلع ثياب نفسك. ولكنك على غشبة الغسل لا تقوى على ذلك. يجلسك المغسل ليخلع ثيابك ثوبا ثوبا. ويلقيك على غشبة الغسل رياضة. يا نفس توبي. يا نفس توبي. يا نفس توبي. فان الموت قد حانى. فالهوى فالهوى ما زال فتانى. يا نفس توبي. يا نفس توبي. توبي فان الموت قد حانى. وعص الهوى فالهوى ما زال فتانى. في كل يوم لنا ميت نشيوه. نحيي بمصرعه اغفار موتانا. يا نفس مالي. مالي وللأموالي. اجمعها خلفي. واخرج من دنيا وعريانا. اذكر هذه الساعة. اذكر هذه الساعة. اذكر هذه الساعة. والمغسل قد اقعدك على خشبة الغسل لا حول لك ولا قوة. اين اولادك? واين عصالك? اين بناتك? اين بناتك? اين عصالك? اين اليتاما? اين اليتاما? ابوهم قد اغلقت عليه غرفة الاسر. اين بناتك? اين بناتك? اين عصالك? اين اليتاما? اين اليتاما? ابوهم قد اغلقت عليه غرفة الاسر. فلولا اذا بلغت الحلقومة وانتم حينئذ تنظرون. ونحن واقربوا ليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها. ان كنتم صادقين. الى اين وابانا? الى اين وابانا? فاما ان كان من المقربين فروخ وريحان وجنة نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين. فسلام لك من اصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الظالمين. فنزل من حميم وقصلية جحيم. ان هذا لهو حق الوقيم. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان صاحب المملكة الدائمة. سبحان صاحب الحزة القائمة. سبحان من يقول للشيء كن. فيقول. فيقول. تجردت من كل شيء في الدنيا حتى ثيابك. حتى ثيابك تركتها بجانب خشبة الغذق. حتى ثيابك. وجاءوا لك بصوب جديد يسمى الكفن. لا ثياب بعدك. لا ثياب بعدك. وانت الذي كنت تغير الثياب مرتين في اليوم. الله 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 لا قيوب إلا الله لا رافع إلا الله لا خافض إلا الله لا معصر إلا الله لا مالع إلا الله لا ضر إلا الله لا نفع إلا الله لا دائم إلا الله لا ملك إلا الله لا ملك إلا الله لا حاكم الا الله. لا سلطان الا الله. لا قدسة الا الله. لا قدسة الا الله. لا مهيمن الا الله. لا حزيز الا الله. لا جبار الا الله. لا خالق الا الله. لا مصور الا الله. لا حسيب الا الله. لا رقيب الا الله. لا محيي الا الله. لا مميس الا الله. انا من انا? انا من انا? انا في وجود وديعة وغضا سامضي عابرا في رحلتي. انا من انا? انا في وجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. ابن ادم. انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون السرورة. ابن ادم انت انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك اضحكون السرورة. فاعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مصرورة. اعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مصرورة. ابن ادم المغسل الان يضع يده على بطنك ويضغط عليها. وانت لا تقل على ان تقول اوه. ما لكم نسيتم هذه الساعة. ما للارحام قطعناها. وما للضعفاء قدسناها. ما للاموال قد الباطل اكلناها. ما لليسام اصبحوا على موائد اليام ضياعة. ما للعيوم اصبحت لا تزمع. ما للازام اصبحت لا تسمع. ما للقلوب اصبحت لا تغشع. ما للابدال اصبحت لا تسجد ولا تركع. ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي. ولا جيرانها جيران. ما لنا نسينا هذه الساعة. ما لنا نسيناها وضيعناها وبددناها وما ذكرناها. المغسل اضغط على بطنك. وانت بين يديهك الدرهم بينك السيح. المغسل الان يجلسك ليلبسك الكفن. وقد لفت الرأس. وربت في الرقبة. وحشي الانف والفم قطما وكنت في حياتك لا تقوى على ان يضع احد يده على فمك او انفك. وربطت القدمان. انت الان محمول لتوضع في خشبة الرحيل. وعندما توضع في خشبة الرحيل تنادي. يا اهلي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. يا رب يا اهلي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. لقد جمعت المال من الحلال والحرام. وتركته لكم تستمتع به. وساسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. كلا. كلا اذا بلغت الفراق. وقيا من اراق. وظن انه الفراق. الى ربك يوم اذن المساق. المساق الى الله. المساق الى الله. وبأي شيء وصانع عند تفارم الصويل. أيها السادة الاعزاء. التمس منكم الغذراء. فما عدت اقوى على مواصلة الكلام. فالمقام رهيب. المقام لا تشوحه العذارة. انا ما زلت احضو الى الشاطئ الذي عبر محره الانبياء. ولكني استأنف الكلام بعد ان اعود الى هنا. وما ادرك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى. البر لا يبلى. والذنب لا ينسى. والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تزين تدان. ويقول ايضا كل بني ادم خطاء وخير الخطائم التوابون. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان لسيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاكرمين. ماذا قال حبيبنا للمسافرين الصفر الصويل. ماذا قال? اسمعوا ما قال. يا ابا ظر. يا ابا ظر جدد السفينة فان البحر عميد. واكثر الزاد فان السفر طويل. واخلط العمل فان الناقض بصير. وغفف الحمية فان العقابة كروت. وما زال ابن ادم في الصريق الى قبره. فاذا فتح باب القبر تخلى عنك كل شيء الا شيئا واحدا هو عمله. المال ما فارق البيت. والاهل والاولاد ما استطاعوا ان يدخلوا معك القبر ولوساع. لان باب القبر مكتوب عليه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وبل عنكم ما كنتم تزعمون. فتح باب القبر. وعندما دخلت القبر لم يكن معك الا العمل. فانظر ماذا يفعل العمل الصالح معك في قبرك. الصلاة تجلس عن يمينك. والصيام يجلس عن شمالك. وقراءة القرآن وذكر الله على جانب رأسك. والمشي الى المساجد واتباع الجنائز والصدقات عند قدميك. ويدخل عليك الصبر فلا يجد له مكانا فيجلس الصبر في جانب من جانب القبر. رأيت كيف يمساع العمل الصالح? لا جليس ولا اليس ولا صديق ولا رفيق. الصلاة على اليمين. وقد قال حاكم الاصم رضي الله عنه اذا اردت ان ادخل الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي. والموت ورائي. والجنة عن يميني. والنار عن شمالي. والسراط تحت قدمي. والله مطلع علي. ثم وتم معقوحها وسجودها. فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. الصلاة الصلاة في قبلك عبارة عن ملازم اول عن يمينك. الصلاة. الصلاة متاح الجنة. اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة. فهل نحن اقمناها? هل نحن امرنا اولادنا بالصلاة لسبع السنين? هل نحن ضربناهم على تركها لعشر السنين? يا معشر المسلمين انا لا يسعني في هذا المكان الا ان اقول لخضراتكم عندما يدخل الملكان السائلان للميت في قبره? اذا اتياه من جهة رأسه قال القرآن لا تقلقاه من جهته. اذا اتياه من جهة اليمين قالت الصلاة لا تفزعه من جانبه. اذا جاءه من جهة الشمال قال الصيام لا تقلقاه من ناحيته. اذا اتياه من جهة القدمين قال اتباعه الجنائز والمشي الى المساجد والصدقات لا تقلقاه من طرفه. فيقول له الملكان نمثيرا ضمن الرياض الجنة. اما الصبر وقد اخذ جانبا من جوانب القبر ولم يجد حول الميت موقعا يعكر فيه. فيقول الصبر للاعمال الصالحة لقد كفيتموه عذاب القبر. اما انا فساقف بجانبه عند الميزان حتى وادخله الجنة. انما يوفى الصابرون اجرع بغير حساب. اللهم ارزقنا الصبر على البلاء. وارزقنا الرضا بالقضاء. وارزقنا الشكر عند الرخاء. اغفر زنوبنا. واستر عيوبنا. وتولى امرنا. واشفي امراضنا. وارحم امواتنا. وعد ديوننا. ووسع ارزاقنا. واهد اولادنا. وبصرنا بهلوبنا. واحسن ختامنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي. محمد انطب القلوب ودوائها. وعافية الابدان وشفائها. ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء بالقربة. وانها عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. اشتركوا في القناة.